هيا يا أطفال هيا نمتيا وقم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا وبيكت كتوكوكو وكل يورقنا تعالوا هلوم إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي سعالوا هلوم إلينا الضمو أعمو ياسي مساء الخير يا أطفال ويش راكم راكم ملاح راكم فرحانين اللي راكم هنا اذا مرحبا بكم واتوا متاني يا أطفال يراكم تشاهدوا فينا إلا حبتوا تفرحوا كما هاد الأطفال لهم هنا وتحضروا معنا معلكم إلى توجهوا الأنترنت على موقع الانترنت عمو ياسي بون كوم بشكل تالي إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معلك إلى تروح الانترنت تكتب عمو ياسيد بون كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك بعد التسجيل نطلبه منكم شوية تعال الصبر لماذا لأنه تسجيلات كثيرة وعمو ياسيد حبي استهدفكم كامل إذا شوية تعال الصبر وراحين تحضروا معنا كما زماننا وأصدقائنا اللي رامل هنا في كل مرة توقفوا عند يوم عالمي مهم احنا في هذا الفترة كين يوم عالمي مهم جدا وهو اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس شكون يقول لي شكون هي المرأة في حياتك شكون هي المرأة في حياتك أمي 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 كذلك شكون تاني أمي 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 شكون أبا حوى لا لا في حياتك اللي عيشة معاك أمي 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 كذلك أمي عرفناها أمي قولي لي جدأتي جدأتي عمتي عمتي فهلا قولي أختي أختي برافو 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 قولي لي خالتي خالتي شكون خالتي خالتي برافو شو اللي عرفتني تعرفي حبيت تقول لي أختي أمي إذن أختي أنا إنت تاني ماما أمي الله يبارك أنا أنا قولي لي شكون بنتي جدأتي جدأتي أمي وأنت أختي أختي الله يبارك أمي أمي كذلك إذن يا أطفال المرأة في حياتنا عندها مكانة كبيرة قول ليش كون أمي المرأة في حياتنا عندها مكانة كبيرة هي الأخت هي العم هي الخالة هي الجارة هي الصديقة هي المعلمة هي الطبيبة يا أخي إذن ومبعد عمو يزيد جب لكم مفاجأة مفاجأة بهذه المناسبة هذه وقبل هذا الشي رح نترح لكم لغز تحبون ألغز نعم لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي تراه ولا تسمعه أعيد اللغز ما هو الشيء الذي تراه ولا تسمعه إذن فكروا لغاية نهاية الحسان ثموا الأصدقاء اللي يمشوفوا فينا مع لهم إلا حبوا يشاركوا في الإجابة للغز مع لهم إلا يتوجهون موقعنا الانترنت عمو يزيد بون كوم بهذه الطريقة اشتركوا في القناة شاطرين عرفتوا اللغز الجواب نعم أنتم شاطرين فكروا لغاية نهاية الحسان ثموا الأصدقاء تعنا وحنا في هاد الأثناء طلبنا من إيناس تعرفنا بشخصية مرموقة في طورة التحرير وهي جميلة بوحيرد تفضلي إيناس تفضلي إيناس نتألخي أطفال نعم 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 اليوم جت نحكيكم على حياة المجاهدة جميلة بوحيرد ولدت في 1935 بحي القصبة بالجزائر العاصمة وكانت البنت الوحيدة بين أفراد أساتها كان لولدتها التأثير الأكبر في حبها للوطن فقد كانت أولا من زرع فيها حب الوطن وذكرتها بأنها جزائرية لا فرنسية رغم سنها الصغيرة أنذاك وصلت جميلة تعليمها المدرسي إلى أن اندلعت الطورة الجزائرية عام 1954 حيث انضمت إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية للنضال ضد الاحتلال الفرنسي وهي في العشرين من عمرها ثم التحقت بصفوف الفدائيين وكانت أول المتطوعة ونظرا لبطولتها أصبحت المطاردة رقم واحد تم القبض عليها عام 1957 عندما سقطت على الأرض تسحف دما بعد إصابتها برصاصة في الكاتف وألقي القبض عليها من داخل المستشفى بدأ الفرنسيون بتعذيب المنادلة وتعرضت لساق الكهرباء لمدة ثلاث أيام كي تطارف على زملائها ولكن تحملت هذا التعذيب وكانت تغيب عن الوعي وحين تفيق تقول جزائر أمنا حين فشل المعدبون في انتزاع أي أتراف منها تقررت محاكمتها سوريا وصدر بحقها حكما بالإعدام عام 1957 وتحدد يوم سبعة مرس 1958 لتنفيذ الحكم لكن العالم كله تعرى واجتمعت لجنة الحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد أن تلقت الملايين من البرقيات والاستنكار من كل أنحاء العالم تأجل تنفيذ الحكم ثم عود إلى السجن مدى الحياة وبعد تحرير جزائر عام 1962 خرجت جميلة بحيرد من السجن وتزوجت محاميها فيرنسي جاك فيرجيس سنة 1957 الذي دفع على مناضي لجبهة التحري الوطني خاصة المجاهدة جميلة بحيرد والذي أسلم واتخذ منصور اسما له برافو 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 يا أطفال إذن جميلة بحيرد هي اسم مرموغ في الكفاح الجزائري يا أخي إذن لازم نعتزه كامل بالتاريخ نتعنا تاريخنا هو هويتنا ومستقبلنا يا أخي يا أطفال بما أننا تكلمنا عن اليوم العالمي للمرأة 8 مارس تكلمنا عن المجاهدة جميلة بحيرد تكلمنا عن المرأة مكانة المرأة في حياتنا عمو يزيد دلكم أغنية أغنية تتغنى بالمرأة بالصفات المرأة وخاصة المرأة الجزائرية هذه الغنية اسمها يا بنت حواء يالا تغنوا كامل معي مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان ورسالة لها أتيت من الرب المنى أنت الراحة والهداء أنت الحب والعضاء يولك أشرق في الأرشاء حملت لواء الثورة تحديت الهمة والألمة رحيت ودقت المهرى وكنت الأختى والأمة حملت لواء الثورة تحديت الهمة والألمة رحيت ودقت المهرى وكنت الأختى والأمة مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان ورسالة لها أتيت من الرب المنى أنت الراحة والهداء أنت الحب والعضاء يولك أشرق في الأرشاء يا بنت حوال أنت هي العامودة في رفع المجتمعاتي وكنت للرجل سنداء في تحقيق النجاحات أنت هي العامودة في رفع المجتمعات وكنت للرجل سنداء في تحقيق النجاحات مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان ورسالة لها أتيت من الرب المنى أنت الراحة والهداء أنت الحب والعضاء نورك أشرق في الأرشاء يا بنت حوال مهما تكلمنا عليكي يعجز عنكي التعبي نطلب ربي يحميكي وكل عام أنت بخير مهما تكلمنا عليكي يعجز عنكي التعبي نطلب ربي يحميكي وكل عام أنت بخير مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان ورسالة لها أتيت من الرب المنى أنت الراحة والهداء أنت الحب والعضاء نورك أشرق في الأرشاء يا بنت حوال برافو 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 إذن يا أطفال تحية تحية لكل مرأة وكل عمل الجبار اللي تقوم به المرأة يا أخي المرأة اللي نحبها والمرأة اللي عندها مكانة خاصة في حياتنا يا أخي بدون ما ننسى الرجل الأب تاني نحبه يا أخي نحبه أبي نا باش ما يزعافش يا أخي لازم نحبه الأب والأم ونحبه الأخ والأخت العم والعمة يا أخي حنا اليوم نتوقفوا برك باش نديروا تقدير للعمال الجبار اللي تقوم به المرأة يا أخي أنا جتني فكرة نروح الألعاب الخفة مع أم إبراهيم يلا تصفيق على أم إبراهيم أم إبراهيم شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عجبكم عمو إبراهيم يا أطفال عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية سامي محمود وبائع الحلوى يلا كامل معي نحكي لكم الحكاية إذا يا أطفال كما وعدكم مقبيلة عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية تعسامي محمود وبائع الحلوى وحد النهار وحد الراجل باعت ورده كما باباكي باعتك تشري حاجة قالوا رح شري لي بلاتو تعبيد بلاتو تعبيد لعند البقال عطالوا عطالوا خمسين ألف عطالوا خمسين ألف ورح هذك الطفل من المفروض أنه بلاتو تعبيد يسوى خمسة واربعين ألف وبائع الحلوى يرجالوا خمسة ألف رح مع الصحبه قالوا رح معي بابا بعتنين نشو البيض رح معي يدخلوا عند البقال هذك البقال يعرف بابا يعرف بابا رح بهم وشرك ولدي لباس وشرا وبابك وشرا يمك لباس والله قالوا بخير عمي محمود الحمد لله وكامل قالوا قالوا بابا اعطي لي بلاتو تعالبيد عطالوا بلاتو تعالبيد عطالوا خمسين ألف من المفروض يرجالوا خمسة ألف رجالوا الصرف هكذا يدخوا البراتو تعالبيد ورحوا سامي ومحمود كي رحوا في الطريقة هكذا سامي اجبت الدرام هكذا منجيبو ساب عشرة لاف ما سابش خمسة لاف. صاحبوا قالوا هادا بقع الحلوى بقع الحلوى وغلط البقال. هاي قالوا وغلط قالوا روح معي نروح ونرجعوها له قالوا لا 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 ما نرجعها له شانا يا خلاص راي في جي بي ديالي قالوا دك خلاص روح نشريها اه قالوا بسحكي قالوا باشي ديالك كيفاش ما ترجحاش قالوا لا 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 ما نرجحاش هانا يا دوك نروح نشري بها وش نحب نشري بها الحلوى نشري بها بزاف حويج. هي قالوا خلاص ازعاف صاحبه وراح. رجح سامي للدار ادى البلاتو تاع البيض للدار حكيم خمسة لاف عطاها البابها قالوا يعطيك الصحة وكامل وراح به هاديك الخمسة لاف وراح شراء شراء الحلوى شراء بزاف حويج هكذا كلهم كلهم كامل. مسلا باعت في الليل وجعت كرشو وجعت وكرشو جهه الم كبير 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 ليتقلم هكذا وبابها قالوا وش بي قالوا كرشي ريت وجعني وكامل وعلى بالي قالوا واش على بالي قالوا على بالي وش درت. قالوا وش درت قولي قالوا فوالا كي بعتني لشري بلاتوتا على البيض براس بشي رجع لي 5000 رجع لي 10000 وأنا مرجعت هالوش ورح شيتها حلوة وكلتها وكرشي وجعتني قالوا شفتها قالوا ما لغدوة تنوض ناخدو 5000 ونروحو لعندو نرجعو هالو وتطلب منو سمح كما كان الحال عمو يا زيد عمو يا زيد مستخرسوا من هذه الحكاية أنه من غشنا فليس منا بالضبط تصفيقها تصفيقها تصفيق على بوبي تصفيق على بوبي برافو برافو بوبي إذا يا أطفال من غشنا ليس منا الإنسان لازم يكون صادق لازم يكون نزيه يا أخي يا أطفال الغش مش مليح يا أخي برافو يلا أنا حبيت نسمعكم أنا أنا عندكم حكاية جميلة ولنو كالطرفة تعال أروح واسمك وليدي؟ يوسف وين تكون يوسف؟ في بوسماعيل في بوسماعيل وش عندك يوسف وش حبيت تقولنا؟ أنا في الحقيقة شغلتك أنسيتك على الحكايات أو لا أهل نسيت الحكايات ومش هدا وفيدك؟ ها هدو رسومات شكولي دعهم هدو رسومات؟ هنا آه برافو 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 نورهم الكاميرا لا حكم معي هكدا هدو قادرتهم؟ هدو قادرتهم؟ هدو أول مرة ترسمها أول مرة ترسمها؟ ايه برافو زيد ورنا هدو قادر رسومات توعك هدو هدو هواية تاعك يوسف؟ نعم آه الله يبارك ها برافو 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 لدي عندك مو هباب في الرسمة؟ ايه إذا لازم تواصل هكدا يا أخي باش ترجعنا رسام كبير إن شاء الله ايه تفضل أرواحي بنتي تعالي تعالي ما اسمك بنتي؟ بحميدي أمينة صارار بحميدي أمينة صارارار اسمك طويل كيف نقولك أمينة أو صارار؟ صارار صارار الله يبارك وين تسكني بنتي؟ في مفتاح في؟ مفتاح ايه في مفتاح الله يبارك تحييتنا رقائنا اسم مفتاح احكي لنا بنتي ايه قال لك واحد المرة زوج دراري شراورون ديلا كاشير طلعوا اللاطا يراس باش يتقاسموها باش يأكلوها طلعت لهم شوية واحد منهم صوتة باش يجيبها صوتة باش يجيبها مات ايه طلعوا صاحبو قال اوه هذه هي العقلية اللي منحبهاش ايه بعتو باش يجيبها مدلهم كامل شوية شوية ايه ما عجبوش الحال ما عجبوش الحال كيم مدلهم كيم مدلهم هو مات مزكين بربو بربو بنتي بربو شكول عندو حكاية تعالي بنتي تعالي 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 اروحي وقادي بنتي واسمك ابحري سنينة وينت شكنينة في ولاية بو مردس ولاية بو مردس خيالناس الله يبارك عندك حكاية اه وش عندك اغنية اغنية يلا غنينا الاغنية ديسم الأحلى ديسم الأحلى اه دوري الكاميرا اه والله هكذا يلا ديسم الأحلى ديسم الأحلى ديسم الأحلى لي عيناني ولي أذنان لي أنف فم ويدان انظروا انظروا لي قدمان امشي بهما اقفز بهما انا انسان انا انسان قد اعطاني الله لسان كي اتكلم احلى كلام وأحكي قصص الأحلى برافو برافو بنتي برافو برافو تعال تعال واسمك؟ آدم وين تسكن أدم؟ في بو مرداس في بو مرداس عندك حكاية احكينا حب تسرجلك شوية اه لا ليس حكاية صورة قلها بسم الله الرحمن الرحيم انعطينيك الكفتر يصلي ربك كمنحة ان شاريك والأبطر صدقة الله العظيم صدقة الله العظيم برافو 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 وين بنتي؟ اروحي؟ انا حفاظة جديدة اه اروحي قدامي اروحي قدامي اروحي قدامي واسمك؟ سابرينة وين تشكني سابرينة؟ بكوبينات اه تفضلي قلنا اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صورة سلامة وبكل جسء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع ربعة وبكل جسء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع ربعة وبكل تمن تناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة بالباء بركة بالتاء توبة بالتاء توابا بالجيم جمالا بالحاء حكمة بالخاء خلالا بالدال دلوا بالدال دكاءا بالرأي رحمةا بالزاج جلفةا بالسين سناءا بالشين شفاءا بالصاد سدقا بالضاد دياءا بالطاه طحارةا بالضاد دفاا بالعين عنما بالغين غناءا بالفاح فلاحا بالقاف قربةا بالكاف كفايةا باللام لطفا بالميم موعدةا بالميم موعدةا بالنون نورا وبالواب يسرا وبال... 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 وبالله برافو برافو بنتي مين حفظتي هاتشي في الدار؟ هاتشي طاح فتفلك خاش برافو برافو بنتي برافو 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 يا أطفال لحقنا دركها وش مبنت؟ ما هو حبيت نغنينك الغنية وش قلت لك ماماك؟ حبيت نغنينك الغنية وش قولي قال لك؟ ماما وش قولي غني انت و لماما؟ انا هايروحي غني عبسيدي أم جي حعلاتي ق Superintendent سأكرفني week maximum آمون برافو 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 شهدرة ما هو اسمك بنتي لا تقول وليش في داركم في دارة المانية 那我們 عندنا سetta paul برابو بنتي برابو برابو يا أطفال فكرتوا في الجواب عن اللغز ما هو الشيء الذي تراه ولا تسمعه شو يقدر يقول لي ما هو الشيء الذي تراه الدجاجة الدجاجة الظل الظل الدجاجة الدجاجة أنت تاني نشوفهم الخلف شوية وش هو البرق البرق الدجاجة الدجاجة الإنسان 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 كذلك خيال الخيال يعني الظل لا لا مش الظل ما شو السحاب السحاب المرآت المرآت لا لا ما شو الوقت الوقت الأرنب الأرنب لا لا البرق البرق أوكي الجواب هو البرق ماذا قلت لي البرق الأولى؟ أرواحي تعالي تعالي الجواب هو البرق إذن أعطيني الهدية تحتها إذن يا أطفال شيء الذي تراه ولا تسمعه هو البرق يا أخي ليكلر إذن نحن للشاطرين أم يزيد يهديلك تحبيت تشرب الحليب؟ نعم أم يزيد يهديلك كوب مع أم يزيد تشربه به الحليب والماء وكذلك سدي من حق الطفولة في 22 أغنية لأم يزيد إن شاء الله تسفدي بهم تفضلي بنتي تفضلي والآن عندنا عيد ميلاد عبد المالك تسع سنوات التحق بي يا عبد المالك وأصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتو وإحنا نغنولو عيد ميلادك أحلى عيد تعالى يلا غنوا معايا كامل موسيقى عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبرد في كويزين وقل لك عيد ميلاد سعيد الله يبرد في كويزين وقل لك عيد ميلاد سعيد موسيقى 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 مسيقى موسيقى 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 مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنحلوة يا جميل سنحلوة يا جميل سنحلوة 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 يا جميل برافو اذا عمو يزيد يشعل الشمعة والصديقنا راح ندير معه العدد التنزولي اذا تسعة تمانية سبعة ستة خمسة ربعة تلاتة وتبعش تبعش برافو برافو اذا اعطيه لي الهدية إذن عمو يزيد يهدي لك بمناسبة عيد ميلادك شهدت شكر لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في ضرف جميل هكذا تفضل ولدي وكذلك بما أنك جمعت خمس قسيمات من حالي برامي وبعدتهم النار اخترناك باش اليوم تحتفل بعيد ميلادك معنا ورامي مموين الحصة يهدي لك هذه الهدية اللي هي عبارة عن طابلة كيدز راح تفيدك إن شاء الله في حياتك إذن شكرا شكرا لرامي والأوليدي إن شاء الله تستفد بهم وأنا مبقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير ستنا ونا نهار ثلاثة على خمسة على الشياء على قناتكم الشوروك تيفي نحبوكم يا أطفال أحببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عم يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عم يازين اشتركوا في القناة